لا حاجة لعقد جلسة لمجلس النواب لحل المجلسة هذا ما أعلنه بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ويذكر أن مجلس النواب صوت في الحادي والثلاثين من مارس الماضي على حل نفسه وبالتالي لا حاجة لعقد جلسة لحل المجلسة مجلس النواب وبدورته المنتهية الخميس السابع من تشرين الأول الحالي يطوي صفحة برلمانية تعد الأسوأ في تاريخ البرلمانات العراقية بحسب أدائه المتعثر طيلة فترته النيابية وبقراره الذي ينص على حال نفسه قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات أثار جدلا واسعا في العراق الذي يشير مراقبون إلى أن استمرار عمل البرلمان إلى ما قبل الانتخابات بأيام قليلة سيسهم في التأثير على آراء الناخبين ويبعد لاستحقاق الانتخابي عن العدالة المطلوبة لأنه يبقي على سلطة النواب وسطوتهم حتى أيام قليلة من موعد الانتخابات وهذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية ويرى عدد من المختصين أن هناك دافعين رئيسيين يقفان خلف قرار حل البرلمان قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات المبكرة يتمثل الأول بالمخاوف من أعطاء الحكومة متسعا من الوقت بغياب البرلمان الأمر الذي قد يمكنها من فتح ملفات بحق شخصيات نافذة أما الدافع الآخر فيتلخص بمحاولة تلك القوى استغلال أدوات النفوذ التي يتيحها البرلمان لأطول فترة ممكنة ما قد يؤثر على خيارات الناخبين غالبية القوى السياسية قلقة من تغيير خريطة النفوذ بعد كل التداعيات التي جرت خلال العامين الماضيين خصوصا ما جرى خلال انتفاضة تشرين مما جعل هذه القوى تبقي سلطة البرلمانيين إلى ما قبل الانتخابات بساعات لتضييق المساحات أمام محاولات تغيير الحرس القديم للعملية السياسية موسيقى